بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا ما زلنا نبحث عن جليس والجليس ممكن يخليك حاسس بالراحة والجليس ممكن يحسسك كمان بالجراحة ويبكيك على الراحة وتحزن وتتألم وفي جليس بيخليك يهناك ويسعدتك جليس النهاردة مش بس كلمة بنقولها لأحبابنا وهم مسافرين أو لما نودعهم جليس النهاردة هو عمود من أعمدة حياة الإنسان وأساس للمجتمع والعيشة مع بعض جليس النهاردة هو السلامة إزاي نعيش مع السلامة وكأن السلامة جزء من حياة أنا لازم أقول لكم أن السلامة مقصد من مقاصد هذا الدين ما تستعجلك لما نجي نتكلم ونقول أن العلماء خلوا فيه مقاصد خمسة للشرع الشريف كان كل مقصد من المقاصد الخمسة بيبتدي بكلمة حفظ حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ العرض حفظ المال كل كلمة حفظ في دولة معناها سلامة النفس معناها سلامة العقل معناها سلامة الدين معناها سلامة الكرامة والأرض وسلامة المال والإيه وسلامة المال والملك والسلامة هنا لازم اقول لكم كلمة السلامة هنا بمعنى الحفظ بتشمل تلات حاجات تشمل ايه يا سيدي تشمل اول حاجة المنع الوقاية يبقى الحاجة عشان تسلم لازم تبقى فيها وقاية الحاجة التانية السلامة بمعنى ايه الدفع لو حصل اي مشكلة ما نسيبهاش تكتر لأ نحاول نحلها طب لو حصل مشكلة وحصل اثار فيها يبقى الرافع يبقى منع ودفع ورافع ايه ده يعني مش السلامة كده كلمة احنا قلنا السلام مش كلمة السلامة منهج واسلوب حياة عشان كده لما بنتكلم عن السلامة بنتكلم على بقاء الانسان على الفطرة اللي بتجعله حديث عهد بالله سبحانه وتعالى حضرة النبي علمنا كل مولود يولد على الفطرة فعرفنا ان الفطرة هي مراد الله سبحانه وتعالى ونزاك سمى الله سبحانه وتعالى الدين الخاتم بالاسلام يعني نفضل في حالة سلامة سلامة من ايه؟ من كل ما يفسد علينا ان احنا حديث عاد برب وكأنه هو الدين ان انت تحافظ على انك انت ايها الانسان حديث عاد بربك فلذلك ان الدين عند الله الاسلام فالاسلام الاسلام بيعلمنا ان احنا نبني حياتنا على مركزية السلامة ان فيه معنى مركزي في حياتنا هو السلامة فالسلامة يا سادة معنى واسع السلامة مش بس ضد الفساد ولا السلامة ضد العطب ولا السلامة ضد المرض السلامة اوسع من كده بكتير فكل اللي بيجتمع فيه السين واللام والميم بيدل على بقاءه على اصله من غير تلوث من غير عطب من غير فساد بس بقاءه على اصله ده معنى مهم قبل ما يكون معناه ان هو مفوش فساد ومفوش مرض بس الاول بقاءه على اصله عارف يعني ايه بقاءه على اصله بقاء على عين ربه على صناعة ربه على جمال ربه اللي تجلى عليه فخلقوا في أحسن صورة في كأن الإسلام هو أن يسلم الإنسان من نفسه ويبقى خالصا لله ويسلم مما سوى الله فيبقى عبدا لله سبحانه وتعالى وكأن مدار عدم السلامة بيدور على عدم التحقق بالإسلام على الحقيقة يعني إيه؟ يعني الواحد لو مش عايش في سلامة احتمال كبير إنه مش عايش بقواعد ولا بمبادئ ولا معاني الإسلام فإيه اللي بيخلينا ما نعيش السلامة النفسية مثلا هنا لازم نتكلم عن إن الاضطراب والمرض النفسي اللي بيجعل الإنسان ما يعيشش السلامة النفسية هو إنه لم يحسن يا إسلام تعالوا ندرب مثال كده حضرة النبي يقول للصحابة سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة فلما سألوه قال الراجل بقى لما سألوه أنت بتعمل إيه؟ في القصة إن الصحابة عبد الله بن عم قعد بات عنه ثلاثة أيام قال له سمعنا رسول الله يقول ده سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة وأنا لما أعدت معاك الثلاثة ياما لا تكشب تعمل حاجة زيادة قال له نعم ولكني أنام وليس في نفسي شيء من أحد فهو قد أسلم واجه لله سبحانه وتعالى فسلم من نيران ماذا؟ من نيران الحقد والغل والانتقام والحرج والتعلق بما لا يعني إيه الحلاوة اللي في الحياة بهذا الطريق فالاهتمام بالسلامة من أهم الأشياء اللي علمها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شو بيقول للناس إيه؟ لا يبلغني أحد من عن أصحابي من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ما حدش أحكي لي حاجة عن حد ما حدش أحكي لي حاجة عن حد لعشان أنا عايز أتعامل مع الناس سليم الصدر يعني إيه؟ يعني على فطرتي يجوا الناس اللي بيحاولوا يخلوا الناس يتقلبوا على الناس أنت هتقعد سازق كده أنت هتبقى فضل كده عشان كده على سبيل المثال زاد جداً الكلام عن العلاقات المسمومة في الوقت ده ليه بيكون في علاقات مسمومة أصلاً في حياتنا؟ لأن الناس ما عاشوش معنا السلامة في النفس ولا عاشوا السلامة مع أحبابهم ولا عاشوا السلامة في علاقاتهم مع الناس من أهم يا سيدي عشان بس تعرف إيه اللي إحنا فيه من أهم أشكال السلامة أن يسعى الإنسان في سلامة ذاته فيحافظ على سلام الجسده فيعتني بيها وما يعرضوش للأزى ولا يسرف فيأكل باعتدال وينم باعتدال ويحافظ على سلامة عقله يا أنا ربي يضع على سلامة عقله يعني أنا شايف الناس بيعرضوا عقلهم لأزمات ضخمة لأنهم ما بيحفظوا على سلامة عقله فيدوم على التعلم بلاش بلاش أن يتعاطى الجهل على أنه هو علم يعني نفسي على سبيل المثال المعلومات اللي أنت بتاخدها من السوشيال ميديا أو المعلومات اللي بتاخدها ده مش علم فيياك تشعر بأن أنت تعلمت أنت وصلت إليك معلومات لكن التعلم لازم منهج ولازم يكون اللي بيتعلمه ده مبني على منهج علم صحيح مش يكون عشوائي بالطريقة اللي احنا شايفانها دي الله سبحانه وتعالى يقول ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهجة المنهج مهم عشان يحافظ على المعرفة الإنسانية ودوة اللي بيصون التفكير من الخطأ اللي بيخليه ما يعيش في وهم طب من غير مهنج يعيش في وهم ويترك الحقيقة زي مثلا ما يعيش يعمم المواقف السلبية فيعيش بقى في سواد الأفكار ويترك التفكير بالجمال فمن بيحفظ على العقله وكمان لازم يحفظ على نفسه بأنه هو يزكيها يسعى في تزكيتها وما يخليهش أسيرة لشهواته وأسيرة لأهواءه وأسيرة لإحتياجاته ويعيش بقى متحقق بأنه سيكون من الفائزين اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى في قولي ونفسه وما سواه فلا ما فجوره وتقوى قد أفلح من زكاه فيكون من الفالحين ويحافظ على سلامة قلبه من سوء الظن بربه وفي حد بسوء ظن بربه طبعا وما لو بيفتكر أن ربه سبحانه وتعالى أنا آسف رماه وتركه وعشانهم ما بيجيبه وإيه لقى ما بيرحمهوش لأنه ما بيستجبش الدعواء ما كل ده تسوء ظن بربه عشان كده فهمها ظنكم برب العالمين تظنك برب العالمين إيه فساعتها هيسلم قلب لما يظن بالله سبحانه وتعالى ظنا حسنا يسلم قلبه من كتر الوجع من كثرة التصدع والتوجع والفزع والجزع وذلك دايما بقول ليس هناك هم إلا من وه وليس هناك توجع إلا من سوء ظن بالله ليه يا سيدي أنتوا ما سمعتوش ما سمعتش ربك هو بيكلمك أليس الله بكاف عبدة فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ما سمعناش لكله وعشان كده هتسلم لما تحسن الظن بالله يا سيدي ومن السلامة إن الإنسان تعالا نشوف بقى عنص من عناصر السلامة اللي الناس ما بتتعملهاش إيه أكتر حاجة بتخلي الإنسان سالم مبدأ ومنهج رائع من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه فالإنسان لا يشغل نفسه بيه ما لا يعنيه وأنا كنت عملت بحث على أحبابي وعلى اللي بيعيشوا معايا فلاقيت حاجة غريبة قوي إن الناس ما بتعش إلا أربعة في المية من حياتها و96% في حياة الناس بتعيش حياة الآخرين تتتبع أخبار الناس وتدمن سماع الأخبار السيئة ويا سلام بقى الوقت اللي بناخده عشان نحكم على حد شفت الحد ده أروح رايح فاتح صفحته وفاتح الأكاوند بتاعه وأبص على الأصدقاء مش بص على الأصدقاء بس أبص على الزكريات بتاعته وأخذ قدي كده أنا كل حكاة بس عشان نحكم على حد أخذت ثلاث ساعات طيب أنت عملت ده كله ليه المحتمال إن أنا أحتاج إن أنا أتعامل معاه يا الله للدرجات دي عمرك ضايع كده طيب وده وتعيعمل لك جراح وعمل لك سؤزن وعمل لك خلل في حياتك وعمل لك كمان أزمة في إدارة وقتك بس هو عمل كده وعشان كده الناس عند انشغالها بما لا يعنيها ويتميلي قلبه عقلها بالصدى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعشان كده من السلامة إنك ما تكونش ما شغول بغيرك من السلامة إنك ما تكونش ما شغول بغيرك وما تبقى حياتك كلها موقوفة عليه بس تنش إمتى بقى تكون سالم لما تنشغل بما أقامك الله فيه وعشان كده ما تبقاش مهتم بالسرسرة والكلام في الفضل والمليان من غير قيمة وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمنا مبدأ رائع في الحياة رحم اللهم رأى قال خيرا فغنم أو سكت فسلم فالسلامة يا سيدي في كلا الحالتين إذا قلت الخير أنت سالم لأن أنت حديث عاد بربك وإذا صمت فأنت سلمت سلمت من أن تغير فطرة ربك وزي ما السلامة واجب أن نحن نحافظ عليها في زواتنا فكمان فالحفاظ عليها حق للناس وواجب علينا ما ينفعش نفرط فيه وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى إزاي الناس تسلم مننا وقال ورح حطتها في بؤرة تعريف المسلم فقال المسلم من سلم الناس من لسانه وياده وكان حضرت النبي بيعلمنا أننا نجعل الناس سالمين مش بس من فعلنا ولكن حتى من تفكيرنا كمان لأن اللسان هو التعبير عن التفكير فواجب علينا أن يسلم الناس من سوء ظنوننا كمان وإن اللي حاصل كثير ما بيسلمش الناس من اتهمتنا اللي هي ما لهاش علاقة بالحقيقة ويسلموا كمان من الغيبة والنميمة ويسلموا من الوصمات زي واصمة العنوسة على سبيل المثال واصمة المطلقات على سبيل المثال واصمة كمان الناس اللي كمان ببساطة خالص مجهول النسب أن احنا بنوسمهم بأنهم أولاد زنا وده ما يرضيش ربنا ونزاك احنا قررنا أن احنا نوصف مجهول النسب بأنهم كريم النسب عشان نبطل الحكاية الوصمة دي يبقى لازم الناس كمان عشان يسلموا يسلموا كمان من أزاء كتر الانتقاد وكتر اللوم وكتر الشكوى ويسلموا من المقارنات وكمان واليد لازم يسلموا من كل ده ولازم بجد يسلم الناس من أزاء فعنا ويسلموا من استهلاكنا ليهم وابتزازنا العاطفي ليهم ويسلموا من العصبية اللي هي مبررة عندنا لكن هي بتأذي ويسلموا من إهماننا ليهم خاصة إهماننا لأهل بيتنا وولادنا وكسر خاطر المحتاج لينا وبعدين بنخزله ويسلموا كمان من التعدي ويسلموا من تدبير السوء ليهم اللي احنا بنسميه عشان نخلي اللفظ اللطيف نسميه الزنب لازم يسلم الناس من كل ده ولازم تعرف أنه لو يسلم الناس من لسانك ويادك مش هيحصل ده إلا إذا كنت أنت من أصحاب التسليم أنت عندك سلامة نفسية أنك مسلم أمرك كله لله مش مصر أن أنت كل حد يأذيك تتحول إلى مؤذي وبعدين تتصور أن أنت ترجع بالسلامة وترجع تاني الإنسان الطيب فتأذي تأذي 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 وانت معتبر نفسك أن أنت رد فعله ودوة الأذى اللي هما يستحقوه لا يا سيدي لا يسلم الناس من لسانك ويادك فتسلم وجهك لله سبحانه وتعالى وكلك فتتجه إلى ما أولاك تتجه إلى ما أولاك ليه عشان ترى كأن كلك لله كلك يعني إيه أمرك ومشعرك وتفكيرك وجسدك وروحك ونفسك كله لله لما تعمل ده بقى وتجد ويجد وتشوف نفسك كإنسان كلك لله فإذا تعد عليك أحد يتولى الله أمر دفاع عنك ويدافع الله عن الله والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين أمانوا وهو سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبده أليس الله بكاف عبده فالله خير الحافظ وأرحم الرحيم هنا بقى بلاش نستدع الله على الناس ولو أزوك يا سيدي ولكن الله سبحانه وتعالى إذا سلمت له أمرك يحفظك ويوفقك إلى حاجة عجيبة أوي تبين سلامتك النفسية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد فتصبح قد أسلمت واجهك لله سبحانه وتعالى وسلمت أمرك ليه فتسلم من سوء ظنونك وإن اللي حصل وربنا يختم على قلبك هذا قلب سليم فيدخل به العبده على الرب الرحيم يا سلام فالسلامة يا سيدي مش فكرة السلامة والتسليم والإسلام حياة لازم نعيشها ونعيشها كمان بحب الكلام دوت ممكن يكون محتاج مننا أن نحن نقول إزاي تنفذ هنقول شوية إجراءات كده تساعدنا على السلام أول حاجة خلي ليك ورد يومي من السلام تقصد سلامة ذاتك أو تعمل شيء يجعل دايما حياتك سالمة زي أنك مثلا تكون أهدأ في المواطن اللي بتخليك تتعصى أو إنك لما تلاقي حد الآن تطمنه طب نعمل إيه عشان الأوقات اللي احنا فيها بنتعصب نسلا من العصبية أول حاجة ببساطة خالص المواطن اللي أنت فيها تسلم دي أول حاجة لازم أنت لازم تعمل فيها ثلاث حاجات أول حاجة لما يجي لك وقت الغضب إيه اللي حصل لما يجي لك وقت الغضب على طول تذكر أن غضبك هذا لن يحميك والذي يحميك هو الله فتقول إيه بقى لما يحصل كده يحصل لك حاجة مهمة جدا جدا فقل اللهم بحقي تسمية نفسك السلام إيه اللي حصل فأنا أعيش في سلامك فما تعملش كده ولزيك تبقى حاضر كده ولزيك أنت ده أول حاجة تفهمها أن أنت تستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلمك من كل مكروه يسوء الحاجة التانية أن أنت تفكر شويتين تلاتة أن الأذى اللي هيصل إليك ده مكتوب فما تخافش مش هيصلك أذى آه يبقى أتذكر أن الله قتب قدره بإيه بحكمة الحاجة التالتة أذكر نفسي أذكر نفسي بالله سبحانه وتعالى وادعي الله سبحانه وتعالى أنه يحفظني من كل مكروه يسوء وإن أنا دخلت في حصن الله الحاجة التانية بقى بيعلم أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بيردد بعد كل صلاة يقول اللهم أنت السلام هو بيقول له بيدعي حضرة النبي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فنردد الدعاء ده بعد كل صلاة وادعي الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء أنه يرزقنا قلوبا سليمة فنقول مثلا ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول يا ملك كل جسدي وعقلي وروحي ومهجتي وفؤادي يا من أكرمتني بمعيتك وجعلت عليك وحدك اهدمادي يا من فككتني من كل ما يؤذيني وأمسكت برحمتك قيادي يا من كسوتني بجميل سترك فدخلت حضرتك بمنتك لا باجتهادي فحاشاني أن أشك في كرمك وفضلك أو أظن أنك تمنع عن فقيرك وضعيفك حنانك ومددك ولكن يا سيدي وغياسي اشتدت حاجتي للطفك وعاقلي عطفك فادركني يا منقضي وخلاصي من كل العيب وجعي وقلقي وغمي وبعادي وأغرقني كما وعدتني في أنواري جميل ودك وفيوضات فضك وسريع لطفك حتى أخرج من ساعته بفؤاد سعيد وقلب بصافي وصالك وليد يا رب العالمين اجعلني يا رب سعيد بوصالك واجعلني سعيد برحمتك وسعيد بفضلك يا رب العالمين يا سادة صفحتنا صفحت بلنامج ولا تعسروا على الفيسبوك الصفحة دايما بتتنور بأسئلتكم دايما بتتنور بتعليقاتكم وتفضل جسل الموصول بيننا وبينكم نتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل الأسئلة دي تفتح لنا باب للأنس بالله سبحانه وتعالى وإن احنا نكون في رحمته وفي بركته وتعالوا ناخد أسئلة من الأسئلة اللي وصلتنا على صفحتنا ونجيب عليها وهو السؤال عندنا السؤال بيقول السلام عليكم بنتي مطلقة ومع أربع أولاد في مراحل تعليم مختلفة وأنا بديها كل شهر مبلغ مساعدة هل يجوز أخص أولادها بمبلغ من الزكاة دون إخبارها إن هذا المبلغ من الزكاة حفاظا على مشاعرها وده سؤال واضح يقول ينفع أدي ابن الأبن من الزكاة عشان هي محتاجة مثلا المسألة ببساطة خالص إحنا عندنا أصل إيه الأصل إن إحنا لا نعطي الزكاة لا للأصل ولا للفروع وإن على وإن نازل لأنه لو افتقر أنا أبقى واجب علي أن أنا أصرف عليه طب نعمل إيه بقى لو كان المصاريف دي مصاريف مدارس التعليم والمصاريف دي ما تسددتش ينفع إن أنا أسدد مصاريف المدرسة لا ده ينفع كمان إن ده لما يكونوا من الغارمين وينفع أدفع مصاريف المدرسة إن هي في سبيل الله لكن إن أنا أدلهم الفلوس مساعدة لوالدتهم لا لأن ما ينفعش أدي الفلوس من مصر في الفقراء والمساكين لابني وبنتي أو لأبوي وأمي لأن كده كأيني بأدفع الفلوس للنفسي لأنهم إذا افتقروا يبقى أنا واجب علي أن أنا إيه أنفق عليهم يبقى لأ ما ينفعش أدي لهم الفلوس لكن ينفع أدفع لهم مصاريف التعليم ده لو كنا بنتكلم عن الزكاة أما بالصدقة اعمل اللي أنت عايزه لكن احنا دلوقتي بنتكلم على إيه على الزكاة السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي مشكلة مش عارفة أعمل إيه أنا متكوزة من سنة ونص زوجي مسافر أنا كنت أعدى مع أهله بس حصل مشاكل كتير ودلوقتي أعدى الوحدي في الشقة في نفس بيت العيلة على طول بسمع أصواته ومكلامه من غير قصد هل كده علي زم أول حاجة ما ترميش ودنك يعني هما عندهم لما تلاقيهم بيتكلموا اعملي أنت حاجة وانشغلي لأنه واضح أنه أنت بتدوري على حاجة في كلامهم بتدوري هما يقولوا عليك إيه أو بتدوري هما إيه اللي عندهم فأنا رأيه طلعيهم من دماغك خالص خالص طب إيه اللي حاصل أنت بتكتهدي وبتنشغلي في بيتك وبتعمل لي عندك ومش مش مترطأ ودنك بتسمعيهم خلاص لا يكلف الله نفسا إيه اللي وسعادة وسعك طب إيه اللي حاصل ولما تسمعي ما تركزيش شتتي تفكيرك عشان ما إيه اللي حاصل نفسك ما تخطيكيش وتخليك بتتجسسي ولا بتتحسسي يبقى إيه اللي حاصل تعملي شيء يشتت انتباعك عن سماع هذا الكلام يبقى أنت لو عملت كده يبقى أنت عملت الواجب عليك شرعا وخلاص بتعدي وخلاص خالصنا من مسألة الإيه مسألة أن أنت تقعي في التحسس ولا التجسس بس أنا بقول لك أنت محتاجة تراجع إيه شويتين تلاتة وجودك في بيت العيلة لأنه واضح أن وجودك في بيت العيلة ده أنت مش عقاب لا ولزاك بتعملي إيه بتحاول يتجد مبرر أن أنت تملي نفسك وتحاول تقنع جوزك أن أنت مش عايزة تعوضي في الأمر ده لأن الأمر ده هيوقعك في الحرام أهلك يا سيدي بيتكلمه بصوت عالي وأنا مش قادر أعيش معهم لأنه أنا بخاف من الغيبة والنميمة هم بيتكلموا على بعض كلام وحش وأنا مش عايزة أسمعه أو هم بيتكلموا مع بعض كلام وحش على الناس وأنا مش عايزة أسمعه هيوقعوا لي في الغيبة والنميمة من غير مدر لا لا انت مش قصده خلاص شتدي تفكيرك وما تبقيش تسمعي الكلام ده طيب اعمل ايه انا بقى اذا كنت سمعت في الفاتمة انت مكانش قصدك فخلاص لكن ما تبنيش اي حكم ما تبنيش اي حاجة على اللي انت سمعتلي انه ممكن ان انت سمعتلي ده وتم تعرفيش ايه خلفياته طيب يبقى نعمل ايه نحاول بقدر امكان ان احنا لا نسترق السمع وده واجب علينا اللي واجب علينا عشان ما نقعش في الحرام اللي هو التحسس والتجسس ان انا لما هم يتكلموا ايه اللي يحصل انا ما انتبهش ليهم اشدت تفكيري وابتعد عن ده ابتعادا كبيرا عشان ايه لما ابتعد عنهم ايه المقصود بتاعي لما ابتعد عنهم احس ان انا ايه في امان انما فكرة ان انا عايزة اسمع ما يمكن ان في النص كده يجيبوا سرتي يجيبوا سرتي بسوق ما هو ده تبقى وسواس الشيطان ويبقى دوت ايه اللي حاصل قد افلح من زكاء وخابة من ده السهم يبقى هنا ده ده دي الخيبة بقى ان الواحد عايز يعمل ايه يطوع نفسه فيبتدي يسترق السمع من الناس بتقوله وطبعا هو النفس مش هتقولك مش هتقولك ان تبتسمعيهم عشان ان انت تضررهم ولا حاجة ده هو بيقولك ان انت بتسمعي وبتتجسسي على ده ليه يا سيدي ليه بتقولي ايات ونفس كده قالت بس انت عشان تحمي نفسك فده ايه اللي حاصل بل ان انسان على نفسه بصيرة ولو القى مع زير لما نفسك تجي تقولك اه والله انت ما عملتش حاجة ده هم اللي بيتكلم بصوت عالي والصوت العالي وصلك الكلام ده فانت مالكش دعوة والنق وإيه اللي حاصل وهذه وهما اللي غلطنينه وده اتحرام عليه ومش حرام عليك انت لا انت تحاول تكتهد ان انت تسمعي الامر التاني والمهم حديث رسول الله سلم ألا لا يحدثني احد من اصحابي عن احد اني اريد ان القى الناس سليم الصدر يعني ايه يعني الكلام ده ممكن يغر صدرك فلما تقبليهم يتقع في الحرام ان انت بتجسسك وتحسسك ده تروح تتكلم معهم على ان هم ناس سيئين وهم ممكن في اللحظة دي يكونوا بيقولوا كلام من وراء ألبوم او بيقولوا كلام بنفعال يبقى كمان انت لازم تركزي في المعنى ده وتبتعدي ابتعادة ان كلها عن مسألة ان انت تحاول بقدر الامكان تتجسسي او تتحسسي انا بقول لحضرتك ان في الحقيقة واضح من السؤال ان في حاجة انت مش عايزة تعيش في بيت العيلة انا بقول لحضرتك واضح مش عايزة تعيش في بيت العيلة فانت بتقولي ان بيت العيلة ده مش مناسب لانه في الحقيقة ايه اللي حصل ما بيحترمش الخصوصية لان انت في سؤالك قلتي ايه وكأنك بتقولي ان حصلت مشاكل كتيرة وانت قاعدة لوحدك يعني انت عندك البيت ده ما بيحترمش الخصوصية حتى انت عايزة تقولي هم نفسهم بينهم وبين بعض ما بيحترموش الخصوصية فانا بسمعهم فانت عايزة تسيب البيت فانا رأي ان انت تتكلم مع زوجك في مسألة بقائك في بيت العيلة او عدم بقائك وانا فكرة ويجوز شرعا ان الانسان يطلب سكن بعيد عن بيت العيلة ده مش حرام ولا اي حاجة بس الاساس ان في السؤال اللي انت سألتهوني ان حضرتك تبتعي دي عن كل تحسس وكل تجسس مع ملاحظة ان ده وتبيكشف عن انك انت مش راضية ان انت تبقي في هذه البيئة هنوم ربنا يوسع عليك ويبارك لك انت وزوجك وان شاء الله يرزغك بيتا هانئا بعيدا عن كل المشاكل واجعلك ان شاء الله في الصالحين امين امين يا رب العالمين بعد الفاصل نرجع لحضرتكم ونكمل ونكمل اجابة على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم ومعنا أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره اللي بتسعدنا وبتجعلنا دايما بقين معاكم في مدد ربنا وفي حضرة ربنا سبحانه وتعالى في مجالس العلم نتلقى نور الله سبحانه وتعالى وبركاته ويعننا سبحانه وتعالى ويوفقنا إلى حسن الجواب وحسن السبيل إن شاء الله السؤال بيقول أنا معايا تلت أطفال بضرف فيهم كتير أوي لا حول ولا قوة إلا بالله استغفو الله العظيم بضرف بضرف فيهم كتير أوي لو عملوا أي حاجة غلط مع أني لو أعدت مع نفسي شوية أحس أني ظلمتهم مش عارف أعمل إيه تعوضي مع نفسك شويتين كتار يعني تعوض أو تعوضي أنتو الاتنين تعوضوا وتفكروا يعني أنا أقول لكم بس خمس حاجات تفكروا فيها وتعايقوا نفسكم من دلوقت فيها أنا أعرف ناس كتيرة ضربوا أولادهم فأولادهم أصحيح ما كانوش في سن يخليهم ويجي لهم تباول لا إرادي بس وبقوا ماشيين ما بين الناس كأنهم عراية أنا أعرف ناس ضربوا أولادهم فأولادهم حسوا أن في أي وقت وفي أي لحظة ممكن حد يجي يعتدى عليهم وما يقدروش يرد اعتدائهم لأنهم وأبوهم بيضربهم هم مكتفين وهم بيضربهم مكتفين مش هيقدروا يعملوا حاجة فهو حاسس أن في أي وقت ممكن حد يجي يعتدي عليه وما يقدرش يدفع عن نفسه هذا الاعتداء بالمناسبة أعرف ناس كمان يضربوا من أهلهم والضرب ده عملوهم حالة من حالات ما بقوش بقين على أي حاجة وبقوا حالتهم كرب مش عارفين يحبوا حد وعندهم منطق إذا كان أحب الناس إلي ضربني لغاية مشوه نفسي وخاصة في الضرب اللي أنت بتتكلم عنه في حد رابع كمان أعرف ناس رابعين اضربوا فحاسوا أن هم محتاجين ينتقموا من الناس كلها ليه حاسوا أنه ليه حق عند الناس دي كلها ليه لأن أبوه ضربوا وأمه ضربته ومحدش دفع عنه أنا مش بقول كل الكلام ده وفيه صواب لك أنا بقولك اللي حصل في الناس فيه واحد أبوه أو أمه ضربه فإن اللي حصل بقى أي حد ممكن يزله ويبتزه ليه عايز أي حد يحسسه بالحنان اللي فقده كارسة يعني ما سألت الدرب اللي أنت بتتكلم عنه ده أننا بضربهم أوي 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 اللي يتخلصوا من ترومة القهر اللي كانوا فيه أمه فيه في الغالب الضرب اللي أنت ضربته لأولادك ده لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرحم الأولاد يكون عندهم سمود نفسي قادرين يتحملوا صدمة الضرب اللي أنت فيه ده وتيجي عايج بقى أسكى أخواته تقول لوقتي أسكى أخواته اللي هو المفروض حضرة النبي قال فليأكل خيرا أو ليأسمه هيطلع يقول لك إيه دلوقتي طب ما إحنا كلنا اتضربنا وإحنا صغيرين الله أنا أكلمك عن حضرة النبي أكلمك عن أخلاق الصالحين وإنت بتكلمني على أن كلنا اتضربنا طب وده اللي بيحصل إيه بقى بيحصل أن أنت أي حد يدوسلك على طرف تعتبر نفسك إيه من حقك أن أنت تفرمه وإنت إيه اللي حاصل محمل بالعنف اللي تربيت عليه هو مين قال لك إن إحنا ما أنتوا قاعدين طول النهار بتقول لنا إحنا كلنا مرضى نفسيين طب ليه يا سيدي كلنا مرضى نفسيين مش ده ممكن يكون من إننا كلنا اتضربنا وإحنا صغيرين إنت ليه محسسنا أن الدرب ده أملة ليه محسسنا أن الدرب ده سنة ليه محسسنا أن الدرب ده ده إيه حاجة رائعة آه عشان بعد كده تستخدم الضرب في أواقع الشخصية أن أنت تضرب من راتك وتقولي الضرب ده أت موجود لا 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 أنا حسس أن المنطق ده لازم يختفي يعني منطق أن إحنا اتضربنا أو إحنا صغيرين لازم يختفي لازم ما يبقاش موجود وما حدش يجي يقولي أبدا وما العنعقب الناس إزاي وأنت لازم العنعقب الناس تكسر نفسهم وأنت عشان تقدر تدير حد لازم تزله من بالك اللي بتعمل فيه كده أولادك هم يجس طبعا فيه واحد بقى ثلاثة أنا سامعه من بعيد يعني أنتوا اللي عصيتوا الولاد علينا وخليتهم يقولون ما فيش ضرب ما فيش ضرب ما فيش ضرب آه إحنا بنعص الولاد على المعصية بنعص الولاد على الإيه؟ على المعصية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم منع أي حد يزل لأي حد وعدين أنتوا جايين في العصر ده اللي الناس حسين بكرمتها وكرمتهم منتفقة تضربوهم طب إيه رأيك أنتوا بتعمله حرام ما تعملهش كده تاني ولو عملتوا كده تاني أعرف أن أنت هتتحمل كمان الأثار السلبية لعملك ونكتب وقدمه أثره يعني اللي أنت تعمله ده الأثر اللي هيحصل في قلب ابنك وفي قلب بنتك ده أنت هتشيله أنا عايز أسمعه بقى خلاص خلاص يا موالي أنا مش هعمل كده ده أوه لو أنت بتقول كده توب إلى الله وعشان تتوب إلى الله تعمل اللي أنا أقول لك عليه أول حاجة تروح تعتزل للولاد تعلموا الأولاد دول عبيد لله زي ما أنتوا عبيد لله فلي بيغلط في حق حد بيروح يعتزله فروحوا وتزلوا لأولادكم لهم حققكم علينا إحنا كنا في الحقيقة مش نطجين إحنا في الحقيقة كنا للأسف ما عندناش وعي للأسف ما كناش عارفين يعني إيه أولاد روحوا لهم كده إحنا مش عارفين أن نعمة يعني نشكر نعمة ربنا عليكم فأول حاجة الاعتزار تعتزلوا لأولادكم تاني حاجة تعودوا معاهم وتسمعوهم تسمعوهم طريقة عيشتكم مع بعض قادرين نعمل كده؟ آه قادرين نعمل كده أنت أيها الإنسان الذي تقول بعد ما أيها المشاهد الكريم اللي بعد ما بتقول أن أنا بعض ما بضربهم لما بعض مع نفس بحس أن أنا غلطان طبعا نقعد دلقاعدة دي دلوقتي ونخلي الأولاد نفسهم يساعدونا يعني نخلي أولادنا نفسهم يساعدونا أننا نتخلص من ده وعشان كده ممكن كل واحد فينا يسأل الله مدده أنه يهديه ويثبته فقول يا رب الله ما ثبتني على اللين واللطف والرفق فإننا نعلم يا رب أنك تحب الرفق وأن الرفق ما كان في شيء إلا زنة وعبدك يطلب منك أن تزينه بالحلم وأن تزينه بالكرم وأن تزينه بمحاسن الأخلاق يا رب العالمين السؤال بعد كده بيقول المفروض أطلع زكاة مال ومحتار بأنه بين أختي أرملة ومعها بنت في سن جواز ولا أطلعه لحد غريب لنفس المواصفات بالله عليك طلعه لأختك اللي عندها الأرملة اللي عندها بنت عايز تجاوز عشان تاخد ثوابين ثواب القرابة وثواب الزكاة إيه ده يعني حتى في الزكاة لو اديتها لحد مستحق من قرابتي يبقى فيه ثواب زائد آه طبعا آه طبعا لأن حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لك أجران أجر الصدقة وأجر الإيه وأجر كمان القرابة فأنت لو عملت كده هيكون أفضل بكتير جدا 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 إن انت تضع هذه الزكاة في مين في غيرك لأن الأقربون أولى بمعروف طيب بس إيه اللي حاصل السؤال ده بيكشف عن شيء مهم جد بيكشف عن إن إحنا عندنا مشكلة شديدة جدا جدا في مسألة التعامل مع دوائر مجتمع إحنا موت تمين دايما بالدائرة الأوسع مع إن الدائرة الأقرب دي هي الأهم دائرة الأسرة والعائلة هي الأهم لو كل واحد فينا هتم بأسرته وعائلته ثم ذهب إلى المجتمع لأنه في الأساس إن هي لبنات لابنة أسرتي ثم عائلتي ما هي لابنة حي لابنة بلدتي لابنة يعني البلد كلها والوطن كلها دوائر متدخلة ولذلك إنت لما تعمل الكلام ده يكون ده أرجى إلى إنه هو يزيد انتمائك وحبك لأسرتك ومنه انتمائه وحبك لبلدك ولذلك إيه اللي حاصل آه ادي الأموال لأختك المحتاجة اللي فيها كل المواصفات اللي هو الاحتياج والفقر فأنتي ادي لها الأموال دي السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم هل الزواج العرفي حرام رقم تحقق ركن الشرط الإشهار من أجل الحصول على المعاش لزوف الحياة آه يعني إيه اللي حاصل الناس في حد اتجوز بس اتجوز جواز غير موثق عشان يحصل على الإيه على المعاش لا ده حرام وتحايل والحل هو إيه لو سمحتوا مباركين روحوا وثقوا الجواز روحوا وثقوا الجواز ليه لإني الجواز ده وت هو الجواز ده مانع من المعاش مانع من المعاش لي لإني في الحقيقة إن هذا المورد لا يعطى إلا لشخص خلى ممن ينفق عليه طب وإحنا متجوزين والراجل ده تينفق عليه هل أنا مستعقل ده هو الناس اللي بتتحال بتقوله وقال إنه هو يتزوج يكون مستحق للمعاش ما لم يتزوج رسميا ده في الأوراق ولا في المعنى المعنى أن أنت أيها الشخص لا تكون مستحق لهذا الأمر إذا كان هناك من ينفق عليك وواجب النفق عليه فعشان كده هو بيقول لي هل الجواز العرف حرام آه حرام لو كان بيجتمل على التحاول بس أنا من بقولش إن الجوازة باطلة لا يروحوا يوسقوا الجواز يعني الجوازة دي يروحوا يوسقوها لإني واضح إن فيها كل الأركان الشهود فإذا كان في الجوازة فيها الأركان فيها الشهود والولي وفيها كمان زي ما بتقولوا الإشهار والناس كلها عارفين إنهم متجاوزين يروح يوسقوا الجواز على طول يجب عليهم إنهم يوسقوا الجواز يجب يبقى الحكم الشرعي يجب عليكم إنهم توسقوا الجواز يعني أعتبر إن الحصل ده زواج يحتاجوا إلى توسيق فروحوا ووسقوا الجواز وجوباً فيجب عليكم إنهم توسقوا الجواز ده السؤال بعد كده بيقول ربنا يحفظك يا شيخنا ويبارك فيك كنت عايزة أسأل هل تحرم الصلاة بعد صلاة العصر والفجر يعني لو عايزة أصلي أصلي صلاة أو نفلة فيتاني ما ينفعش أصليها في الوقت ده لا إذا كانت الصلاة تعالوا نقسم الصلوات إلى ثلاث أنواع صلوات ذات سبب سابق أو مقارن وصلاوات بغير سبب يبقى وقات الكراها لا نصلي فيها الصلاة التي لا سبب لها أنا عايزة أصلي ركعتين كده لله أصليهم بعد المغرب يعني ما صلهمش بعد عصر لا ما صلهمش بعد الفجر لا طب أنا عايزة أصلي صلاة الكسوف أو الخصوف ينفع صليها وأخها الكراها يبقى إيه اللي حاصل لأنها لها سبب مقارن لسه الشمس كاسفا يبقى إيه اللي حاصل ينفع صليها صليها في وقت إيه في وقت الكراها أنا دخلت المسجد فأنا دخلت المسجد طيب السبب كده ده قبل الصلاة أنا لما دخلت المسجد ده السبب وأنا عايزة أصلي دلوقتي فده سبب قبل الصلاة ينفع أصلي تحية المسجد في وقت الكراها يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا الصلوات اللي لها أسباب تلت أنواع صلاة لها سبب سابق وصلاة لها سبب مقارن وصلاة لها سبب لاحق لا أصلي الصلاة التي لا سبب لها أو التي لها سبب لاحق في أوقات الكراها يعني ما صليش صلاة الاستخارة في وقت الكراها لأن الاستخارة بعد الصلاة أنا بعد ما بصلي برفع إيدي وادعي وأقول وأستخير يبقى خلاص يبقى ما صليش صلاة الاستخارة بعد الإيه ولا أصلي صلاة قضاء الحاجة لأن الدعاء قضاء الحاجة بعد ما خلص يبقى إيه اللي يحصل أصليها في غير وقت الكراها يبقى الصلاة التي لها سبب سابق أو سبب مقارن فحصل ليها في وقت الايه الكراهة زي ايه الصلاوات المقضية انا انا دلوقتي احصل لي صلاة الظهر اللي فيتاني ايه اللي فيتاني فيتاني يعني صلاة هو صلاة الظهر اللي فيتاني دي واجبت بايه بادانة الظهر اللي فات ادانة الظهر اللي ايه اللي فات فادانة الظهر اللي فات خلى الصلاة دي واجب علي فحصل ليها في وقت الايه في وقت الكراه يبقى اذا الصلاة التي لها سبب سابق او سبب مقارن يجوز اننا نصليها في وقت الكراه الصلاة التي لا سبب لها زي صلاة النفل المطلق او التي لها سبب لاحق اصليها بعد وقت الكراه يا سادة انا النهاردة تكلمنا عن جليس تكلمنا عن جليس وجليس السلامة وجليس السلامة ده عزيز مش هيسلم الانسان الا اذا كان دائما يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الحفيظ وهو الولي فلا يخفن أحد فيسلم منه الناس يعني قللوا مخاوف لأنكم في حمى الله قللوا أن انتوا تعيشوا وحياتكم مهددة قلقة لأن انتوا في حفظ الله وفي ضمان الله الناس لما بتقول لكم مع السلامة بتقول لكم أن انتم في حصن الله وفي ود الله وفي أمان الله وعشان كده أنا بقول لكم السلام عليكم وبقول لكم مع السلامة دلوقتي تذكروا أن انتم دخلتم في حصن الله وأنتم في أمان الله فلا تدعوا أنفسكم الأمورة بالسوء تعيد عليكم ذكريات المخاوف وتلعب بالتفكير الأسود لتخرجكم من أمان الله أترككم في أمان الله وكونوا مسلمين بأن تكونوا سالمين من مكر أنفسكم ومن سماعها وسلموا الناس من ألسنتكم وأيديكم لنكون جميعا في أمان الله وفي سلام الله وفي حفظ الله اللهم يا سلام اجعلنا في سلام واجعلنا على الدوام مع خير الأنام عندما نكون من أهل السلامة ومن أهل التسليم لك يا رب العالمين وقل من أهل الت Resource سعتكي ابترك